لا تزال المبادرات السياسية في تونس تسابق الزمن للوصول إلى توافق بين مختلف الفرقاء في غضون ذلك رفض رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر مطلب الكتل النيابية باستئناف أعمال المجلس مؤكدا أن هذا القرار لن يتخذ قبل استكمال الحوارات السياسية أعلن حزب حركة النهضة الإسلامية الحاكم في تونس أنه سيجمع مجلس الشورى الحزب لمناقشة المبادرات الهادفة إلى خراج البلاد من الأزمة المستمرة منذ نهاية يوليو الماضي مع طيال النائب المعارض محمد البراهمي وذكر أحد مسؤولي النهضة أن هناك العديد من المبادرات الجدية للتوصل إلى حال يجنب تونس الانجرارة نحو العنف ويأتي اجتماع مجلس الشورى النهضة فيما يتوقع أن تجرى الاثنين القادم مشاورات بين النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل المركزية النقابية في محاولة جديدة لإيجاد حل للأزمة السياسية المستمرة منذ نحو شهر وتطالب المعارضة التونسية بتشكيل حكومة كفاءات وحل المجلس الوطني التأسيسي في حين تقترح النهضة توسيع الحكومة الحالية وإجراء انتخابات مبكرة وتبنت المركزية النقابية موقفا وسطيا دعية إلى تشكيل حكومة غير سياسية وإبقاء المجلس التأسيسي حتى إنجاز سياغة الدستور الجديد وطالبت بحل سريع لافتة إلى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي مهدد بمزيد من الانهيار وتنظم المعارضة تظاهرات يومية منذ طيال براهمي متهمة حكومة الترويكا بأنها أخفقت على الصعيدين الأمني والاقتصادي في سياق المتصل عبر حسين العباسي الأمين العام للنقابة العملية الرئيسية لاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه تشبيه الوضع التونسي بالوضع المصري وأكد العباسي أن المنظمة النقابية تريد أن توظف نفوذها لوضع حد للمواجهة السياسية بين الإسلاميين وخصومهم العلمانين موضحا أن استمرار الجمود السياسي سيدفع باتجاه خيارات أخرى قد تدفع لفرض الحوار على الأحزاب والمنظمات الوطنية واقترح الاتحاد مبادرة تنص على حل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات